اشتركوا في القناة من يدعى هؤلاء الجاحدون والمعاندون أي طريق للنقد والتجريح والهجوم إلا وسلكوه وسؤال بديه من أدرى باللغة العربية المشركون من أهل الجزيرة العربية أم المشاككون من دول غير عربية ظن هؤلاء بثقافتهم المحدودة وفكرهم الضيق أنهم قادرون على انتقاد الكرآن الكريم نظروا إلى قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بيتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين نظر المشاككون لهذه الآية في القرآن الكريم وقالوا أن هذه الآية بها أخطاء نحوية وأخطاء إملائية قالوا أن في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين خطأ وكان لابد أن تكون الظالمون لأن الظالمون فاعل للجملة الفعلية وهذا اعتراض سخيف لأن في اللغة العربية العهد كما ينال فإنه ينال نسوا أن قواعد اللغة العربية من نحو وبلاغة مأخوذة من الكرآن الكريم ولكن لا بأس فالعلم هو داء الجهل وينال في اللغة العربية لها أكثر من معنى وليس كما يظن هؤلاء أن المعنى الوحيد لينال هو يأخذ فأنا حين أقول نال الإجهاد أحمد أقصد أن الإجهاد أصاب أحمد وبالتالي الإجهاد هنا فاعل وأحمد مفعول به وبكده نظر نقول أن معنى لا ينال عهد الظالمين أي لا يصيب عهد الظالمين وهنا هيكون عهد هو فاعل والظالمين مفعول به نظروا فقط إلى قواعد النحو ونسوا أن هناك ناحية أجازية وبلاغية في الآية الكريمة فمن هو صاحب العهد؟ صاحب العهد هو الله والله عز وجل يمنح عهد الإمام لمن يشاء من عباده المؤمنين ويمنح عن من يشاء من عباده الظالمين ولم يكتفوا بذلك نظروا إلى رسم اللفظ إبراهيم في الآية الكريمة وقالوا انظروا هذه إبراهيم مكتوبة بدون ياء فهذا خطأ إملائي وخلونا نصحح كلامهم إبراهيم فقط لم تكتب في هذه الآية بهذا الشكل ولكن كتبت في كل صورة البقرة بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر وبدءا بقى من صورة آل عمران وإلى نهاية الكرآن كتبت بالشكل المعروف فيها ياء فلماذا؟ وده يرجع لأن إبراهيم ليس اسما عربيا ولكنه اسم عجامي عبري وزي ما عرفنا أن صورة البقرة تتحدث بشكل رئيسي عن بني إسرائيل وتتحدث أيضا إلى يهود المدينة وخلونا بقى إحنا نقلب الترابيز عليهم في النسخة الإنجليزية من العهد القديم شاء فيه إبراهيم وأبرام وإبراهيم والمفاجأة الكبرى أن هذه الآية الكريمة ذكرت بالتفصيل في العهد القديم في سفر التكوين رقم 17 الآية رقم 124 في القرآن الكريم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلماتهم فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أما بقى في سفر التكوين للأصحاح رقم 17 بيقول ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا أظن واضح جدا التشابه بين العهد القديم والقرآن الكريم والحقيقة أنا مش عايز أتكلم كتير خدت بالك من أبرام في العهد القديم وإبراهيم في الآية الكريمة خدت بالك من سر أمامي وكن كاملا في العهد القديم وقول الله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما وخلونا نكمل كراءة في سفر التكوين رقم 17 فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا يا ترى إيه هو العهد؟ هو العهد بالإمامة كما ذكر في الآية الكريمة وبالفعل أصبح أبرام أبا لأمما قوية كثيرة وتحول اسمه من أبرام أو إبراهام إلى إبراهيم ومعنى إبراهيم أبو الأمم فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم هو دا المعنى التام للآية الكريمة رقم 124 ولو خدت بالك أن سيدنا إبراهيم عليه السلام سجد لله كما يسجد المسلمون فمن أحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من يسجد لله أم من يسجد لغير الله جزاكم الله خيرا دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائكم وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر